تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الموحدة الحكومية وأكد التقرير الذي استمع له رئيس الوزراء أن المنظومة تعاملت مع 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا في مارس كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت تكافل وكرامة اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين كما تم تعامل مع 2075 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابس في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ضمن جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع بهدف حماية الفئات البسيطة